السلام عليكم ومرحبا بكم وصفة خبز الدار بدون غلطان الوصفة اللي وعدتكم بها بنسبة المقادر عندنا حب بيض في حرارة المطبخ رح نضيف لها رشة من الملح ونضرب جيدا بالضرب الكهربائي حتى نتضاعف حجم البيضة هذا الخبز الدار بدون غلطان خبز اقتصادي باستعمال مزيج بين الفارينة الخاصة بالخبز بدون غلطان وفارينة الذرة بما ان اغلب السلياكيين ومع غلاء المنتوجات يستعملوا كثيرا فارينة الذرة وفارينة الارز لذلك اعتمد في وصفتي كثيرا على فارينة الذرة بعد ما ضربت البيضة جيدا نحنضيف ملعقتين اكل من الزيت ملعقة كبيرة من الزيت ملعقتين مع نصف كاس من الحليب الدافي ونواصل الخلط ثم نضيف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وملعقة كبيرة من السكر ونواصل الخلط جيدا بالضراب الكهربائي حتى ندوب الخميرة والسكر جيدا ثم نضيف كاس فارينة بدون غلطان الخاصة بالخبز ستلقى ملعقة الفارينة في صندوق الوصف كم المعتاد هذه الكاس الاولى ونضيف النصف يعني مجموعة الفارينة التي استعملتها الخاصة بالخبز كاس ونصف ونواصل عملية الخلط بعدما اضفت الكاس الاولى اضفت نصف الكاس من فارينة الخاصة بالخبز ونواصل عملية الخلط بالضراب الكهربائي ثم اضفت كاس فارينة الذرة ونخلط جيدا المكونات بالباطر وقوام خبز الضار يكون سائل ما لازمش يكون جاري بزاف وما لازمش يكون متماسك نفرق خليط خبز الضار في صينية فيها ورقة طهي مدهون بالزيت يعني ورقة طهي يدهنوه بالبانسو بالزيت نفرق قوام الخليط كما تلاحظوا فيه يكون متوسط بعدما كملت وفرقت الخليط كامل في الصينية سجمت وجه الخليط ثم نضيف صفار بيضاء مع سانوتش نمشي كامل صفار البيضاء على كامل وجه خبز الضار ونضيرو يطيب في الفرن في درجة حرارة 180 درجة لمدة حوالي 20 دقيقة الفرن يكون مسخن قبلا هنا صفار البيضاء درت له كمية قليلة من الكاكاو استعملت هنا بيضاء كاملة من الأفضل تستعملوا الصفار فقط بعدما كملت رشيته بالسانوتش ودرته يطيب على فرن مسخن قبلا بعدما طبخوا بصدار شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها خرج هايل ورائع ورح نقسم لكم هنايا رح تشوفوا كيفه يجي من داخل كيفه طاب ولي حبت يعني حجم أكبر تضاعف فقط المقادير والمكونات ضاعف المقادير رح تضحص لي على نفس النتيجة بعدما قسمتو شوفوا كيفه يجي من داخل رائع بني وطري يشهي نتمنى البنات تجربوا الوصفة وتخلوا لي تعليقاتكم وتشجعوني وقسمتو هنا وهكاك يعني سخون شوفوا النتيجة رائع خاصة في رمضان ان شاء الله دائما الوصفة دائما الوصفة المدهلكم بجميع أسرارها بعدما كملت شوفوا النتيجة التي تحصلت عليها نتمنى تعجبكم الوصفة ترجمة نانسي قنقر